أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر يا حضرات وده موضوع مختلف أجرى المسحة الطبية لأفراد الجهاز الفني وجميع اللعيبة المتواجدين في المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية الحمد لله المنتخب يستعد طبعا لمبارايتين وديتين أمام نايجر وليبيريا المقرر ليهم إن شاء الله يومي 23 و27 في الثامنة مساء باستاد الإسكندرية كمان كان حريص روي فيتوريا مبارح على أنه يستقبل اللاعبين المحترفين اللي انضموا للمنتخب وهم أحمد حسن كوكا لعب ألابا سبورت التركي وطارق حامد وأحمد حجازي لعبي اتحاد جدة السعودي